إنه كتب التنمية البشرية أو التطوير الذاتي بشكل عام الحقيقة إن هي لقيت إقبال كبير جداً من عند القارق بشكل كبير جداً لفترة اللي فاتت بتفرق ما بين التنمية البشرية والتطوير الذاتي شايف إن ده مجال وده مجال ولا في الآخر كله بيندرج تحت نفس العنوان لو نقول تنمية بشرية ونقول تطوير ذاتي فالتطوير الذاتي هي جزء من التنمية البشرية فأكيد فيه فرق وفيه فرق كبير كمان لأن منجرد استخدام تنمية بشرية ده استخدام متسع جدا شامل أكثر شامل جدا كلمة تنمية بشرية بتشمل حاجات كتير يعني مش عاوز ناخد من الوقت نحن نتكلم عنها كلمة تنمية بشرية كلمة تنمية بشكل عام بتشمل التعليم بتشمل الصحة بتشمل حقوق إنسان بتشمل حاجات كتير قوي لكن نقول تنمية ذاتية يعني ما يخص الشخص الذات أو الشخص نفس الشخص بقى سواء بينقسم الشخص على المستوى المهني يعني الشخص في العمل أو في وظيفته أو في مهاراته أو مهاراته المهنية أو الشخص على المستوى الشخصي يعني الشخص على المستوى المهارات الشخصية يعني مثلا التفكير الإيجابي الحل المشكلات إدارة الوقت التواصل والاتصال الفعال مع الآخرين دي تنزل تحت الذات بس ناحية شخصية أما الذات في الجزء المهني اللي اتنين دول يبقى تحت التطوير الذاتي عشان كده التطوير الذاتي أكيد يختلف أو جزء من كلمة تنمية بشرية تشمل حاجات كثير جدا يعني مش شايف إن هي تعبير مباشر ومناسب لأنه يتحط تنمية بشرية